بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم هذه الآيات الكريمة من صورة فصلة تتكلم عن حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى بل وصف لحال من أحوال الملائكة الكرام تكلم الله فيه عن تنزل الملائكة على عباده المؤمنين والملائكة إنما هي مخلوقات نورانية يجب الإيمان بها ويجب الإيمان بأنها لا تعص الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون وهم موكلون بتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى ومنهم القائم إلى يوم القيامة لا يفتر ومنهم الراكع إلى يوم القيامة لا يفتر ومنهم الساجد إلى يوم القيامة وهم يطوفون بالبيت المعمور كل يوم يحج إليه سبعون ألف من ملائكة الله سبحانه وتعالى وهو بيت حيال الكعبة كل هذه من أحكام الملائكة وقد تكلم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن تنزل الملائكة في أحوال كثيرة ولكننا نقف مع هذه الآية الكريمة لعظم ما فيها من بشارة للمؤمنين الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فشرط تنزل الملائكة أن تؤمن بالله ربا وأن تستقيم على طريق الهداية وأن لا تفعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى فإن قلت ربي الله واستقمت على طريق هداية الله تنزلت عليك الملائكة ما المراد بتنزل الملائكة بعض المفسرين يقول إن ملاحظة سباق الآيات والآيات السابقة يدل على أن هذا التنزل يكون يوم القيامة حينما يلقى الملائكة المؤمنون في الجنة ويبشرونهم بأعمالهم الصالحة ومن المفسرين من رجح أن هذا التنزل هو تنزل في الدنيا وهذا ما نتبناه وما نريد أن نفهم الآية على منواله وعلى نحوه يقول إن تنزل الملائكة يكون في الدنيا ويكون في كل مشاهدها كما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يكتبون الأعمال ثم يسألهم رب العزة جل في علاه وهو أعلم بهم كيف وجدتم عبادي فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون لأنهم يجتمعون بين العصر والفجر فهذا هو تنزل الملائكة تنزل الملائكة ليس فقط لكتابة أعمال العباد لكنه أيضا تنزل بركة وتنزل سكينة وتنزل طمأنينة وهذا ما تدل عليه الآيات الكريمة فيقول ربنا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا فهذه رسالة طمأنينة يبصها الله سبحانه وتعالى عبر ملائكته في قلوب المؤمنين به المستقيمين في طريقهم المعتدلين في عباداتهم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تبص في قلوبهم السكينة والطمأنينة تقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا بل وتعطيهم البشارة الكبرى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون انظروا إلى البشارة التالية نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا الملائكة يبشرون المؤمنين المستقيمين بأنهم نصراؤهم وأعوانهم وأولياؤهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة بل يقولون لهم ولكم فيها يعني في الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم يعني لكم في الدنيا ما تحبون وما تشتهون وما تتمنون ولكم فيها ما تدعون ولكم في الجنة كذلك يعني في الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون كل ذلك إنما هو تنزيل وإخبار من حكيم عليم نزلا من غفور رحيم جل في علاه إذن هذه الآيات الكريمة تسوق بشارة لكل من قال ربي الله ثم استقام على طريق الهداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المستقيمين المتقربين إليه السائرين في طريقه الملتزمين بأوامره المجتنبين لنواهيه اللهم يسر أمورنا واغفر زنوبنا وزلاتنا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته